مخاوف كبيرة تتصاعد حدتها من بنود الاتفاق النووي المخترح مع إيران ومن إضعافها العقوبات الأمريكية التي تمنع تمويل نظام تهران للأنشطة الإرهابية صحيفة ذهل الأمريكية وصفت الوقت الحالي لإحياء الاتفاق بأنه الأسوأ على الإطلاق مضيفة أن مسعى إدارة بايدن للتوصل إلى اتفاق جديد لا يتماشى نهائياً مع مصالح أمريكا في الشرق الأوسط ومع التطورات الإقليمية التي تتجاوز واشنطن في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا والدعم الإيراني الروسي المتبادل نهيك عن مخاطرته بتقويض موقف أمريكا الهاش في المنطقة وعرضت الصحيفة العديد من الدلائل على عدم جدول اتفاق مع إيران مجدداً فقبل أيام قليلة تقول داهيل شنت الولايات المتحدة ضربات ضد الميليشيا المدعومة من إيران في سوريا التي هاجمت القوات الأمريكية كما تقدم طهران دعماً مادياً لحرب روسيا على أوكرانيا ومن شبه مؤكد أنها ستتوسع ضد الجهود الدبلوماسية للبيت الأبيض كذلك تواصل إيران زعزعة الاستقرار بشكل كبير في العراق وهذا ما اتضح في الأزمة السياسية الأخيرة في بغداد كذلك شاركت طهران بنشاط في التدريبات البحرية المشتركة مع روسيا والصين مؤخراً وهو لقاء لأعداء أمريكا يثير قلقاً كبيراً لديها ومن الأمور التي لا تنسى أيضاً مؤامرة الاغتيال الأخيرة التي خطط لها الحرس الثوري الإيراني لمسؤولين على الأراضي الأمريكية رغم كل هذه الأدلة على العدوانية الإيرانية تقول الصحيفة إن البيت الأبيض عازم على تكرار أخطاء الماضي بالموافقة على اتفاق معيب للغاية فالنظام الإيراني لم يشهد سوى زيادة في اهتمامه بزرع الفوضى وإثارة العنف وزعزعة الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة منذ الاتفاق الأول الذي لم يمنعه من تطوير قدرته النووي وذهبت الصحيفة أبعد بتقديم النصيحة لإدارة بايدن بتعميق شراكاتها في المنطقة لاحتواء وردع إيران بدلاً من السعي إلى صفقة كانت خاطئة في ذلك الوقت وستكون الخطأ الأكبر الآن بحسب تعبيرها موسيقى موسيقى